قال الكريملين ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيكتمع مع نظيره البيلاروسي الكزاندر لوكاشينكو بعد يومين من تحذير موسكو من ان اي اعتداء على جارتها وحليفتها الاقوى سيعتبر هجوما على روسيا وكان الكريملين قد اعلن ان لوكاشينكو سيقوم بزيارة عمل لروسيا وسيتحدث مع بوتين بشأن زيادة تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وبعد ان قررت بولندا في الاسبوع الماضي نقل وحدات عسكرية الى حدودها مع روسيا البيضاء ردا على وصول قوات الى روسيا البيضاء من مجموعة فاغنر قال بوتين ان موسكو ستستخدم كل الوسائل لديها للرد على اي عداء تجاه مينسك